مساء الخير يعطيك العافية محمد هناك زيادة واضحة جدا وملحوظة في الإقبال على أخذ اللقاح في الفترة الماضية حتى أنه وصلنا إلى مليون تقريبا في ستة أيام آخر مليون المليون السادس من الجرعات وصلنا له في ستة أيام فقط هناك إقبال كبير جدا محمد نعم زميلي فيصل مساء الخير لك ولكل السيدات والسادة ومشاهدي الأخبارية من موقعي هنا أتحدث إليكم من مركز معارض الظهران المركز الأول والأكبر للقاحات كورونا بالمنطقة الشرقية بالفعل مثلما ذكرت من موقعي هنا وخلال الأيام الماضية في هذا الموقع وفي جميع المواقع الأخرى في المنطقة الشرقية التي تقدم لقاح كورونا شاهدنا إقبال كبير نتحدث عن أيضا وزارة الصحة من خلال مركز معارض الظهران مددت ساعات العمل أصبح 24 ساعة أيضا نشاهد إقبال كبير من المواطنين والمقيمين وهذا يؤكد على وعي المجتمع هنا بالمنطقة الشرقية ومثلما ذكرت ارتفاع عدد الجرعات المعطاة بالمملكة بشكل عام بالمنطقة الشرقية هناك العديد من المراكز وتشهد إقبال وأترك الآن الصورة تتكلم ونتجول في مركز معارض الظهران هذا المركز به 80 عيادة كوادر فنية تمريضية تثقيفية نفخر بها من أبناء وبنات الوطن حقيقة في المنطقة الشرقية هناك أكثر من 17 مركز يقدم لقاح كورونا أتحدث عن تقريبا جميع المحافظات بالمنطقة الشرقية أيضا هناك خطة أن تكون المراكز اللقاحات في المراكز يعني نتحدث عن لا يستدعي أن أهل المراكز أو إذا كانوا الهجر التوجه إلى المدن الكبيرة أو المحافظات الكبيرة كالأحسا وكالدمام ومجاورها من مدن نتحدث عن إقبال كبير زميلي فيصل هذا ما يؤكد وعي المجتمع ختاما زميلي فيصل يعني إن شاء الله خلال الأيام القادمة ستشهد المنطقة الشرقية توسع في مراكز اللقاحات وأيضا ندعو الجميع إلى التسجيل لأخذ اللقاح يعني لتعود الحياة حياة ولنعبر ولنصل لبر الأمان كما من خلال برامج 120 أدعو الجميع إلى الاتزام بالإجراءات الاحترازية لنصل لبر الأمان حفظ الله الجميع من كل سوء ومكروه